اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة منتجا واحدا أو مجموعة من المنتجات صحيح والمنتج الواحد ايضا ممكن ان يوجد في فاتورة او اكثر نأخذ مثلا على سبيل المثال لوحة مفاتيح منتج عبارة عن منتج لوحة مفاتيح ممكن أن تباع في أكثر من فاتورة والفاتورة الواحدة ممكن أن تحتوي على مجموعة من المنتجات ممكن أن تحتوي على لوحة مفاتيح على فأرة على شاشة إلى آخره فالعلاقة إذن بين جدول المنتجات وبين جدول الفواتير هي علاقة متعددة ميني تو ميني علاقة الفواتير بالمنتجات علاقة متعددة إذ ممكن للفاتورة أن تحتوي على منتج أو أكثر ويمكن للمنتج أن يباع في فاتورة أو أكثر وهنا في هذه الحالة أحبة في الله حينما تكون عندنا هذه العلاقة بين جدولين ميني تميني فهنا ينتج عندنا جدول ثالث الجدول الثالث لا بد أن ننشئه ولا بد أن نضع فيه المعرفين الأساسيين القادمين من كلا الجدولين بمعنى أن الجدول الثالث الناتج عن العلاقة بين جدول الفواتير وجدول المنتجات سيحتوي على معرف الفاتورة وعلى معرف المنتوج الذي ينتمي إلى هذه الفاتورة هذا الجدول الثالث أحبتي في الله هو نتيجة للعلاقة بين الجدولين ميني تو ميني فتعالوا بنا على بركة الله نقوم بإنشاء هذه الداتابيز كما ذكرنا ستتكون من أربعة جداول ثلاثة جداول أساسية وجدول رابع نتيج عن العلاقة بين الجدولين من خلال العلاقة ميني تو ميني نأتي على بركة الله إلى القائمة ستارت ثم نبحث عن ميكروسوفت أكسس نكتب أكسس وبرنامج ميكروسوفت أكسس يأتي مع باقة ميكروسوفت أوفيس يمكنكم تنصيب ميكروسوفت أوفيس وستجدونه مع باقي البرامج من وورد وإكسل وغيرها لإنشاء قاعدة بيانات جديدة نأتي إلى هذه القائمة بلانك داتابيز نختار نضغط عليها ثم هنا يمكننا اختيار مكان حفظ قاعدة البيانات نضغط على هذا الملف نختار مثلا ديسكتوب سأخزنه على سطح المكتب وأسمي قاعدة البيانات أسميها ستوك دي بي مثلا ثم أضغط على أوكي ثم أعمل لها كرييت ممتاز تم إنشاء قاعدة البيانات ستوك دي بي على سطح المكتب بنجاح يفسر راديا يعطيني هذا الجدول أقوم بإلغائه للسفحاج إليه سأتي وأصمم الجدول من الصفر أتي إلى المنو كرييت أدخل إليه ثم إلى تيبل ديزاين الأمر الفرعي تيبل ديزاين أضغط عليه سنبدأ أولا بجدول المنتجات جدول المنتجات سنضع فيه معرف المنتج يكون مثلا رقمي وتلقائي يعني تكون قيمته رقمية وأوتو أوتو أنكريمات نختار النوع أوتو نمبر داتا طيب أوتو نمبر هنا إذا حببنا أن نضيف وصف لهذا الحقل وإلا فإن المعلومة اختيارية أوبشنال ظاليو إذن لن نقوم بكتابتها ثم عندنا اسم المنتج سأسميه مثلا ليبل نوعه تيكست نعم ثم عندي مثلا الكوانتيتي الكمية الموجودة من هذا المنتج طبعا ستكون رقمية نختار نمبر ثم يكون عندنا برايس ثم نبيع هذا المنتج سأختار من هنا كارنسي يعني عملة ثم هنا معرف المنتج سأجعله برايماري كي سأجعله حقلا أساسيا ثم أعمل سيف للجدول وسنيه مثلا تيبل بروضاكتس ثم أوكي تم إنشاء الجدول بنجاح أغلق الجدول وآتي وأنشئ جدول جديد دائما من القائمة create table design وأنشئ جدول العملاء عندي معرف العميل سيكون نوعه أيضا يكون تلقائي أختار auto number ثم عندي اسم الكاستمر الاسم الكامل full name يكون text ثم رقم الهاتف tell أيضا text ثم إذا أحببنا الإيميل أيضا text ثم معرف العميل customer ID يكون primary key ثم نعمل سيف للجدول ولنسميه table customers ثم نضيف جدول ثالث بعد أن نغلق هذا الجدول دائما create table design وننشئ جدول الفواتير عندي رقم الفاتورة رقم الفاتورة يكون أيضا auto number ما فيه مشكلة ثم تاريخ إجراء الفاتورة date order أو order date يكون date time يعني يحتوي للتاريخ والوقت رقم الفاتورة تاريخ الفاتورة نكتفي بهاتين القيمتين فقط الـ ID سيكون primary key للفاتورة ثم نعمل save ولنسمي الجدول table orders orders جدول الطلبات هنا كما ذكرنا العلاقة بين جدول المنتجات وجدول table orders هي علاقة متعددة الـ order الواحد الطلب الواحد ممكن أن يشمل عدة منتجات والمنتج الواحد ممكن أن يتكرر في أكثر من طلب لذلك سينتج لدينا جدول ثالث سنسميه تفاصيل الطلب order details الـ order details سيحتوي على معرفات المنتجات وعلى معرفات الفواتير ثم التفاصيل الإضافية التي نريدها نأتي ونغلق تصميم الجدول نعمل له close create وننشئ جدول تفاصيل الطلب سيكون عندنا ID product وهو هنا foreign key حق الخارجي طبعا نوعه number ثم سيكون عندنا رقم الفاتورة ID order أيضا number وهو أيضا هنا foreign key وهذا الجدول الذي نحن بصدد إنشائه هو جدول ناتج عن العلاقة المتعددة بين جدول orders وجدول الـ product ثم عندنا معرف المنتوج رقم الفاتورة ثم الكمية التي نريد بيعها من هذا المنتج quantity طبعا number أيضا تكون قيمتها رقمية ثم ماذا ثم ثمن البيع price ثمن البيع currency ثم إذا أحببنا عندنا الكمية عندنا إذا أردنا أن نضيف الخصم discount لكن قد نضي الكثيرا سنضع المنت الإجمالي مباشرة المنت سيكون أيضا currency يعني في كل فاتورة سيكون عندنا المنتج ثم الكمية المباعة من هذا المنتج الثمن الذي بيعت به الوحدة الواحدة من هذا المنتج ثم المبلغ الإجمالي لكل منتج مثلا عندي لوحة مفاتيح تمن بيع الوحدة الواحدة عشرة عشرة دراهم مثلا مثلا عشرة دراهم وبيعت منها خمس وحدات يعني فسيكون الأمونت هو عدد الوحدات المباعة في ثمن البيع يعني عشرة دولار في خمس وحدات ستعطين عشرة دراهم في خمس وحدات يعني خمسون درهم هو الأمونت هو المبلغ الإجمالي ثم آتي وأعمل save لجدول تفاصيل المبيعات وسميه details أعمل له أوكي هنا يقول بأن الحقل الأساسي مهم جدا هو ليس يعني ليس مفروضا it's not required ليس إلزاميا لكنه منصوح به نحن في هذا الجدول الناتج لسنا في حاجة إلى primary key سنتركه كما هو نعمل yes تم إنشاء الجدول بنجاح هكذا أحبتي في الله نكون قد قمنا بتصميم قاعدة البيانات الخاصة بإدارة المنتجات في حصة واحدة الجدول الخاص بالمنتجات الجدول الخاص بالعملاء الجدول الخاص بالطلبات والجدول الخاص بتفاصيل الطلبات يمكنكم أحبتي في الله تطوير هذه الداتابيس من خلال التطرق إلى أمور أخرى مثلا الكاتيغوريز كل منتج ينتمي إلى تصنيف معين أيضا الموردون يعني قمنا باشتراء منتجات من مورد معين يمكنكم إضافة جدول الموردون لكنها ستكون عملية تكرارية لهذه العملية التي سنتطرق إليها لذلك نحن سنركز على هذه الأمور لكي نربح الوقت وفي نفس الوقت نكتسب مهارات وتقنيات جديدة نكتفي بهذا القدر خلال هذه الحسة على أمل أن تكونوا قد وفقتم أحبة في الله في تصميم قاعدة البيانات الخاصة ببرنامج إدارة المبيعات أدعو لكم بالتوفيق والاستداد ودام لكم البشر والفرح والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته